بسم الله الرحمن الرحيم مع المحاضرة التعريفية في كورس سيسيني بي سيكيوريتي كور اجزام 350701 الفيديو ده موجه لأي حد بيحضر لشهادة الكور اجزام الخاصة بالسيسيني بي سيكيوريتي الجديدة اللي تم اعلان على منساسكو في شهر جون 2019 زي ما انت متابع كنت اكيد عارف ان السيسيني بي سيكيوريتي القديمة كان عندك اربع كورسات اجباريا لازم تختبرهم حاليا انساسكو لما اجاريت في الموضوع بتاع السيسيني بي سيكيوريتي بقى فيه عندك كورس واحد اجباري وعندك ست كورسات اختيارية معاها واحد او تختار منهم واحدMO لادافة للكور ساعتها تكون انت حاصلَ علي السيسيني بي سيكيوريتي انا النهاردة هتكلم عن كورئجزام او الاختبار الاجباري من السيسيني بي سيكيوريتي اللى لازم تتحصلهم قبل ما تاخد اي كورس اتانى كمان الكورس بتاع الكور الشهادة بتاعته كمان تعتبر لو انت بتفكر تحدث للسي سيكورتي فيرجن سيكس الاخير. قبل ما اتكلم في الموضوع بتاعت الكورس خلوني الاول كده اعرف ايه هي المتطلبات اللي لازم تكون متوفرة فيك قبل ما اتفكر تاخد الترينج ده او تحصل على الشهادة بتاعته. زي ما انت عارف ان سيسكو في الشهادات الجديدة بتاعتها اللي علنت عنها في منتصف شهر جون 2019. قالت السي سي ني بي ليفل كورس بتاعتها ما عديتش محتاجة منك ان انت تكون سي سي اي اي سورتفايل. الموضوع بالنسبة لك بقى اوبشنال. ما عادش اجبار زي زمان. لكن مازال انت محتاج المعرفة الموضوعية لبعض المواضيع او بعض الطوبيكس قبل ما تدخل في السي سي ني بي. السي سي ني بي كورس هي بروفريشنال ليفل. فانت ما ينفعش تيجي على طول كده ما عندكش اي سابقة في الشبكات وتبدأ على طول في كورس السي سي ني بي. اي سي سي ني بي ليها احترامها لها وضعها. لازم يكون عندك بعض المعرفة السابقة في بعض المواضيع. عشان كده في السلايد اللي قدامك ديت انا لمتلك ايه هي المواضيع اللي انت محتاج تكون عارفها سواء دراسيا او تكون اخدت فيها شهادة او قرأتها مع نفسك. المهم تكون ديت موجود عندك في رصيدك قبل ما تدخل على السي سي بي ليوني. اول حاجته انت محتاج تعرفها ان انت تكون عندك معرفة سابقة بالتي سي بي اي بي متوركلنغ وتحديدا مواضيع مواضيع........... مواضيع إنت رايح لسي سي ني بي ليفل فانت مش هتحتاج او مش تسأل لسه يعني ايه يعني يعني ايه يعني شبكة فيها اتنين الحاجت دي كلها مفرود يكون بايزيكس موجودة عندك. انت راجل انت حيكون عندك وعندك الخبرة السابقة ان انت صممت شبكات او قسمت شبكات فيها وفيها كمان شبكات تانية. الحاجة التانية اللي انت محتاج تقرافها ان انت تكون عندك سابق التعامل مع اي اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو محتاج اي خبرة سابقة سواء في لينكس او ماك. الحاجات دي موجودة في الكورس التانية الخاصة او كورسات انت حاليا بس تكون ويندوز يوزر. وان كان في بعض الطبيكس هنا لما نيجي نوصل لحاجات زي الخاصة في عندك بعض اللابات بتعمل فيها معها الويندوز سيرفر الخاص بالسيرفرات اللي موجودة من ويندوز او من مش دي الحاجة اللي هتوقفك يعني. اه بعد كده لازم يكون عندك خبرة سابقة في بتاع سيسكو. تكون عندك خبرة سابقة مع الراوترات والسويتشات تحديدا مش لازم تكون شفت اي تانية قبل كده في حياتك. يكون عندك خبرة سابقة مع بتاع 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 سيسكو. عشان احنا هنا في بتاعتنا بتاعت السيسين بي. في حاجات كتير انت قريد لي لازم تكون عارفة. مش لسه هتقول لي ازاي اعمل ازاي اغير اسم الجهاز? ازاي يعمل له باسورد? ازاي عمل على الجهاز? انت قريني عندك الخلفية اللي بتعرفك الاي او اس بتاع سيسكو بالتفصيل. ودي تقدر تاخدها من اي كورس او ممكن تشوف ليها فيديوهات ممكن تقرأها كمواضيع. برضو مش محتاج تاخد كاملة عشان تعرفها. ممكن بس تعرفها من برا كده وخلاص. كمان انت محتاج تكون عارف مواضية ومواضية دي كلها موضوية كانت موجودة في جزء بتاع كورس السيسكو سيسكو او سيسكو اي كورس من كورسات السيسكو القديمة لازم تكون عارف يعني ايه فيلان يعني ايه سيسكو دي مقدمة لنا. احنا كورس بتاع ازاي سيكيوريتي ليفل احنا هنعرفك ايه هي اللي بتتمع على الحاجات دي وازاي تعمل لها لكن انا مش مطالب لسه اعرفك يعني ايه من الاول وهو تو كريات فيلان. الحاجات دي مفروض تكون موجودة بعد كده لازم يكون عندك مواضية عارف يعني استاتيك راوتنج وضينامك راوتنج. عارف الروترات ازاي بتتكلم مع بعض. ازاي راوتنج تيبل هنا بتتنقل هنا ازاي الابديد بتتنقل. ازاي اصلا الروتنج بتسجل في الروتنج تيبل بتاع الروتنج. ازاي تشوف الروتنج تيبل. ازاي تقاد روت جوه الروتنج تيبل. الحاجات دي كلها برضو كتموجودة في اي كورس من كورسات سيسكو القديمة. وليكن سيسيني اي او سيسيني بي. كمان لازم يكون عندك بعض بتاعت النيتورك سيكيورتي كونسيبت وتحديدا الاكسس كونترول لست. لازم تكون عارف مواضيع الاكسس كونترول لست. صبق قبل كده او انت شفتها في كورسات سيسكو. سيسيني اي او سيسيني بي. وكمان يفضل لو انت عندك مواضيع زي مواضيع النات. لو موجود عندك يبقى افضل. ليه? عشان دي حتتعدلك تاني في الكورس بتاعنا بس بشكل مور مش لسه هنقول هاو تو كونفجر اكسس ديست. هاو تو كونفجر نات. انت المفروض تكون عارف الحاجات دي. برضو لو ما عندك عنها سابقا ممكن تشوفها في كورسات قديمة زي السيسيني او سيسيني بي او حتى نتورك بلاس ممكن تتلاقي فيها مشهور حاجات دي. لكن انت فعليا مش مقبر ان انت تاخد اي شهادة قبل كده في سيسكو لو انت عايز تدخل السيسيني بي لفن. لو انت عندك فقط فهي كافية جدا دي. في بعض الاشخاص ممكن يقول لك طب اللي يخليني ادرس الحاجات دي. كان فقط طب ما يخليني اخد شهادة سيسيني بقى وخلاص. ده بيبقى اكتراح كويس لو انت حتشتغل بشهادة سيسيني فترة. يعني لو قدامك. البوزيشن ده حاليا قال لك احنا مش محتاجين سيسيني بي. انت روخات سيسيني بي هتبقى اوفر كواليفايد بالنسبة لهم او هما مش محتاجين اصلا سيسيني بي. فاللي خليك تدرس التوبكس ديت. فقط اما انت خليك تدرسها وتاخد فيها شهادة اللي هي السيسيني جديدة. دكتراح كويس. انما الاشخاص اللي هما قريدي يشغلين بدون شهادة. وقريدي عايز يتنقل للسيسيني بي ليبل سواء راتب اعلى او حيتنقل في مكان افضل. فوقتها بقولك انت مش محتاج تصرف اي فلوس على اي شهادات قبل السيسيني بي. ادخل طول على السيسيني بي. عرفنا ايه هي متطلبات السابقة للكورس. خليونا نتكلم عن ايه هي المواضيع اللي انت هتشوفه في الكورس بتاعك. بما ان الكورس ده كورس سيكورتي فلازم في البداية اعرفك يعنيه شوية تعريفات شوية انت لازم تعرفها في الاول. ليه? عشان هتجي لك اسئلة في الاختبار لو انت ناو ان شاء الله تدخل الاختبار بتاع الكور اكزام بتاع الانبي سيكورتي. الاختبار كله عندك عدد الاسئلة حوالي تسعين سؤال. المينو طبعا تسعين سؤال كلهم اختيار من المتعدد. اكتر اسئلة في الاختياري هتجي لك من حاجات يعني 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 حاجات لازم تكون عند اي واحد اصلا بيترس. بعد كده هندرس ايه هي تي سي بي اي بي اتاكس ايه هي الموست قومن اتاكس اللي انت بتشوفها في الشبكة بتاعتك. حاجة زي الدس حاجة زي دي دس حاجة زي الارب سبوفينج الارب بويزنينج المان انت زميد الاتاك شوية تعرفات انت كنت بتسمعها قبل كده لكن مش عارف ايه هي اصلا بتتشتغل ازاي. فاحنا برضو هنا دي حنشوفها بشكل سريع مفيش معاني ان احنا نجرب فيها اي شوية ادوات كده موجودة في نسخة لينكس زي الكلينكس توزيع بتاعت بين تستنج نشوف فيها الاتاك بيتم ازاي عشان بس الموضوع يدخل اكتر في المادي. بعد كده هنتكلم في نيتورك سيكورتي تكنولوجست قبل ما دخلك بقى في التوبكس تاعت الكورس وتتفاجئ بيها فالمحاضرة ديت تعتبر تعريفية لالتكنولوجست اللي انت هتشوفها في الكورس بالكامل يعني فايرول يعني بروكسي يعني اي بي اس يعني سيسكو ايس يعني ايام سليوشن يعني ايميل سيكوريتي يعني ويب سيكوريتي يعني سيسكو ستيل سواتش يعني اند بوينت سيكوريتي يعني سريت انتليجنز كل دي حاجة انا بس هزورها هزورها لك انا في نيتورك سيكورتي تكنولوجست اجهزك فيها للدخول اللي بيتم عوضي الكورس بدلا ما احنا شغالين كده فجأة تتلاقي يلا يا جماعة احنا النهاردة في السيسكو فاير باوري بعدها بيوم يلا يا جماعة احنا النهاردة في فانت قاعد بتطلع من المطبط وتدخل في المطبط تاني فانا هنا بهيئك نفسيا بعرفك ايه هي التكنولوجست بتاعت سيسكو او السيسكو بورتفوليو بشكل عام نمسك كده البرتفوليو بتاع سيسكو اللي ب بتطلع فيه اجهزة سيكورتي نعرف كل واحد كده بيعمل ايه بالزبط او ايه اكتر حاجات اللي انت بتسمعها مؤخرة بعد كده احنا نتكلم في النيتورك انفرستركشور بورتكشن او هنتكلم في حاجة اسمها النيتورك فونتيشن بورتكشن ده اركيتكشور قديم لسيسكو كانت لما بتقولك لما تيجي تعمل سيكورتي للديفايس بتاعتك بدلا ما كل واحد يكون ماسك جهاز معين بيعمله سيكورتي يعني مثلا احمد مسؤول عن الفايرهول محمد مسؤول عن السويتشات سيسكو حاليا بتقولك انا عندي اركيتكشور بيقولك لما تيجي تسيكوري النيتورك بتاعتك قسم النيتورك بتاعتك لمناطق او لبلاينز اجزاء ففي عندك الكنترول بلاين اللير توب لداتا بلاين والليير سري والماناجمنت كل واحد فيهم كده في شوية حاجات انت مفروض تعرف كل واحد شغالي ازاي ايه هي السيكورتي كنترولز اللي انت بتعملها عليها ده موضوع من موضيع السيس انيه سيكورتي القديمة قريلي موجود هنا خلصنا من اول اربعة اطوبيكس دول تسخينا لك على الكورس خش بقى على الكلام المهم بتاعة الكورس هنبتري بعد كان نتكلم فيه منتج من عند سيسكو هو بقى قديم شوية باسمه السيسكو اسا فايرول هنتكلم عن ايه السيسكو اسا فايرول بيشتغل ازاي مكان وفين في الشبكة هاو تو كونفيجر السيسكو فايرول بعد كده هنتكلم فيه الاجهزة الجديدة بتاعت سيسكو اللي هي زي السيسكو فاير باور ده تعتبر نيكس زينريشان فايرول من سيسكو هنتكلم عن الفاملي بتاعته هنتكلم يعنيه اف تي دي هنتكلم يعنيه اف ام سي وبرضه باللبات بتاعته بعد كده الدنيا بتكبر من يلا شوية هندخل في النيتورك اكسس سوليوشن ايه هي السوليوشن اللي بتكون عندك في الشبكة عشان تعطيلك اكسس لليوزرز هنتكلم تحديدا عن المنتج بتاع السيسكو اس هنتكلم عن الاركتكشور بتاعته بيشتغل ازاي ايه هي الاجهزة اللي لازم تكون موجودة مع الايس عشان السوليوشن عندك يكتمل برضه هنشوف هاو توكون فيجر السيسكو اس ازاي هنعمل اللي بات زي اكتر من طريقة سواء دوت وان اكس او سواء ماب اثنتكيشن بعد كده هنتنقل فيه الاجهزة زيادة من سيسكو جهاز زي الويب كونتين سيكورتي او ده الويب بروكسي بتاع سيسكو ده بيعمل ويب فلتر نشوف ايه هي السيرفز بتاعته شغال ازاي مكانه فين في الشبكة الطرق بتاعت الديبلويمينت بتاعه كمان هنشوف اخوص صغير اللي هو الاميل سيكورتي ابلاينس او ده بنقول عليه الاميل جيتوي برضه بيشتغل ازاي هاو توكون فيجر بيكون مكانه فين ايه هي السيرفز اللي بعتها لك عشان تعمل سيكور للاميل بتاعه بعد كده بتتنقل لي موضوع اكبر اللي هو فيب ان سوليوشنز او فيب ان تكنولوجيز الفيب ان واحدة من المواضيع اللي لازم اي حد شغال في قطاع سيكورتي يكون عارفة الفيب ان زي ما احنا عارفين ده سوليوشن بيوفر لك انتقال امن ما بين الفروع بتاعتك وبعضها سواء كنت شركة واحدة او اكتر بتشركة وربطين مع بعض فيب ان الفيب ان بالاس اي ما على الكريبتو جرافي كونسبت فعشان هنشرحين الفيب ان تكنولوجيز ونعرف معها يعني ايه كريبتو جرافي يعني ايه مفتيح انكريبشن ايه مفتيح هاشين يعني ايه سيرتيفكت او بيكاي سوليوشن بشكل هذا بعد كده حنشوف ايه هي التطبيقات بتاعت الفيب ان فيما يخصه كورس بتاعنا فهنعرف ان احنا ممكن نعمل بوينتو بوينتو بوينت فيب ان باستخدام برتكول الائي بي سيك عن طريق شغلين بalsa اي او س كمان ممكن نعمل بوينتو بوينت فيب ان باستخدام seri باستخدام كمان ممكن نعمل باستخدام برتكول کا Labourunction باستخدام براقب اللي عليك أم ي algunos الجانب بعدك راح لتنقل لي جاهاز ثاني اوني سليوشن تانى من عند اس سيسكو اسمه سيسكو امب ده سليوشن من سيسكو عشان تعمل سيكيور للإنتبويت برضه هو كسليوشن كبير لازم يكون لي كذا كمبوننت موجودين عندك في النيتروك عشان يشتغل هنتكلم عنه برضه بعدك هتنقل لي سيسكو ستيل سووتش ايه هو الستيل سووتش و ايه هو اللي بيوفره لك عندك في الشبكة كجهاز جديد من سيسكو اللي هننهي بيه الكورس ان شاء الله هيكون الكلام عن السوفتوير ديفاينج نيتورك او ديفاينج نيتوركينج وعلاقته بالمواضيع الجديدة بقى وشهالات الديف نت الجديدة بتاعت سيسكو و ايه هي موضوع الرست ابي ايز و ايه هو النورس باوند والساوز باوند و ازاي تعرف تتحكم في الشبكة بتاعتك كلها عن طريق كنترولر او عن طريق سنترلايز بويند لو جيت تبص تاني في الاوتلاينز بتاعت الكورس هتلاقى ان الكورس بتاعنا ده شامل كل الكورسات الستة الكونسنتريشن بتوع السيسياني بي سيكوريدي عندك كورس زي الاسا فايرول والفاير باور تاني ممكن تتخصص فيهم سيسكو عندها كورس فقط في الفاير باور والنيكس جريشن اي باس اللي هو الموضوع رقم ستة الموضوع رقم سبعة سيسكو عندها كورس كونسنتريشن كامل خاص بالسيسكو ايز عنز للسيسكو وعندها كورس كامل من الكونسنتريشن كورس خاص بالويدو كونتين سيكوريدي الموضوع رقم السعه سيسكو عندها كورس كامل من المواضيع بتاع في الكونسنتريشن خاص بالاميل سيكوريدي الموضوع رقم عشرة السيسكو عندها كورس كامل خاص بالروبينوني يو predictable كامل خاص بالاوتوميشن والحاجات الجديدة بتاعت الدفنات يعني فعليا انت هنا تقدر في كورس الكور الاوتلاين بتاعته بتعطيلك من كل بوستان زهر انت حاليا بعد ما تخلص كورس الكور قادر ان انت تروح على اي كورس من كورسات الكونسنتريشن وانت قريدي عندك عنه مش هتتفاجئ بي عشان فعليا كل حاجة من الست كورسات بتاعت الكونسنتريشن انت درستها هنا بس بشكل كونسيبت او بشكل بيزيكس فكورس الكور هو الجمال بتاعه اللي هو لمملك كول المواضية مش مركزلك على حاجة معينة فحاليا اللي بتدرس الكورس بتاع الكور بتاع السيسكو عنده الكون الاندرستانيج بتاع كل كورسات السيسين بي سيكوريتي هي مسألة وقت ان انت تروح تتخصص بعد كده في اي واحد منك بالنسبة لللبات بتاعت الكورس ايه هي اللبات اللي هنطبقها اللبات اللي هنطبقها ان شاء الله هنبدأ بيها بلبات السيسكو اسا ازاي تعمل عليه اكسس بوليسي او كنترول بوليسي وازاي كمان تعمل كونفيجور النات دول اول اتنين طبقها بعد كده هنخش على او السيسكو فايربور برضو ازاي نطبق عليه النات ازاي نعمل عليه اكسس كنترول وكمان نعمل عليه بتاعت الاي بي اس او الميل والو بروتكشن بعد كده هنتنقل لي جزء جديد وهو خاص بالكونفيجوريشن بتاع السيسكو اسسوليوشن ازاي نعمل ايت او دوت وان اكس اوثنتيكيشن وكمان ازاي نساوي عليه ازاي نعمل بروفايل ازاي نعمل داكل ازاي نعمل بحيس يكون عندنا لاب كامل في اكسس سوليوشن بعد كده هنخش نتكلم في المواضيع بتاعت الفيبن هنتكلم عن تطبيقات الفيبن سواء عن طريق او عن طريقimi سوال. او مبين او ما بين اوما بين افاير باور او ما بين اتنيين ا voyez اوما بين اتنيين افاير باور او ما بين اثنين اس اي بعد كده راح نتكلم في سيسكو اامفور اند بوينوت نكتشف اند بوينت أونشوف السيسكو اامفكونكلششاشتغال ازاي من جوة ازاي الدنيا معاها شغالة مع السيسكو اامبكلاود اه كمان هنعمل ستشاف الانشوف السيساج وستيل سووتش بيشتغل ازاي ازاي من جوه بنعرف نعمل ازاي ديب انسبكشن لي اي سي معين او فيه جهاز معين مسلا احنا نشكين فيه جهاز معين مسلا بيعمل جينيريت لترافيك عالي فازاي نحلله وازاي نطلع منه السريتس بالنسبة لي الاسئلة اللي ممكن تدور في دماغك حاليا بالنسبة للكورس ده اول سؤال ممكن يجي في دماغك هل انت محتاج تدرس السيسي ان ايه الجديدة قبل ما تاخدوا الكورس ده والاجابة لا موضع السيسي ان ايه جديدة سيسكو لما عملت الابغريد بتاع الشهادات بتاعتها في جون 2019 كانت عايزة تكون كل كورس متستقل بذاته يعني حاليا السيسي ان ايه ازا كورس بيعتلك كل اللي انت محتاجها كراجل اسوسيات في المجال السيسي ان ايه جديدة بقى فيها موضع البرشواليزيشن موضع الكلاود موضع الاسدين الروتنج وموضع السيكيورتي موضع الوايرلس موضع داتا سنتر فعليا بقى كورس شامل فده دنيا الواحده انت مش بحتاجت تدرسه خالص عشان تيجي الكورس بتاعتي انت بس محتاج تدرس المواضيع اللي انا قلتها لك في اول خالص اللي هي في جزء البرريكوزيشن نفس السؤال بطريقة تانية هل انت محتاج تدرس السيسي اني سيكيورتي عشان تاخده الكورس ده السيسي اني سيكيورتي زي ما انت هتشوف في المواضيع بتاعت الكورس ده هي كلها انكلودت جوا الكورس بتاعتي السيسي اني سيكيورتي فعليا الناس بتوسسكو شعلوا منها حاجات قديمة رموها واخدوا الكور بتاع السيسي اني سيكي زرعوه جوه الكور اجزام بتواسس البسيكوريتي فانت مواتش محتاج بسيس البسيكوريتي بحاجة. طيب بالنسبة للتطبيق العملي زي ما لك كلمت الوقت في اللابات هيكون عندنا لابات. هل انت محتاج تأجر راك او تشتري اجهزة سيسكو ديفايسيز عشان تشتغل على الكورس? الاجابة لا. الكورس بتاعنا بالكامل انت ممكن تعمله بشكل عندك تعمله بشكل عندك على الجهاز. سيسكو حاليا بقت بتطلع لك كل الانظمة بتاعتها بشكل لفيرشوال. عندنا سيسكو فاير باور فيرشوال. السيسكو عيس فيرشوال. الاميل سيكوريتي الويب سيكوريتي الستيلس ووتش الام بكل دول فيرشوال ابلاينز. انت ممكن تشغله عندك على الماشين بتاعتك او على سيرفر موجود عندك. السؤال الاخير هل انت محتاج يكون عندك كمبيوتر قوي عشان تطبق اللابات? ده الوحيد اللي اجابته نعم. اللاب بتاعنا لما نجي نطبق لابات زي السيسكو فاير باور او السيسكو عيس. ازاي ما قلت لك احنا هنطبقه على ا اميليتور. فالاميليتور بياخد من الهارد وير سبيسفيكيشن بتاعت جهازك. يعني هياخد عندك من الرام من الانترنال ستوريج بتاعتك. فانت محتاج يكون عندك كمبيوتر قوي. كمبيوتر قوي بتكلم فيه ما يقلش عن ستاشر جيجا رام. بنتكلم في واحد تيرة هارد ريسك. بنتكلم مسلا على كور اي فايف او كور اي سيفن بروسيسور. ليه عشان تعرف تطبق اللابات بتاعنا? لو كان اكتر يكون افضل. لكن فعلنا عشان متتحكش عن نفسك الكورس مليان لابات. اللاب بتاعته كلها هي بتاعك في عالم النيتورك سيكوريتي بالنسبة لشركة ساسكو. فلازم تطبقه صح عشان ما تعنيش تاني قد ده. اتمنى في المقدمة بتاعت الكورس دي اكون اكلمت عن كل حاجة تريبا لو انت عندك اي سؤال بعد كده فانت ممكن الفيديو ده تخط عليه كومنت وانا هرد عليك او ممكن تتواصل معي عن طريق التويتر اكاونتي بتاعي اللي هو احمد دي سلطان. يلا اشوفكم على خير يا شباب.